شباب طحنتهم خمس سنوات من الحرب في قراهم وتوقفت مصادر دخلهم وانقطعت آمالهم في الحياة المستقرة يستدرجهم تجار البشر بمعصول الوعود للذهاب إلى الحدود الجنوبية للسعودية يعود بعضهم وعليه مظاهر الثراء لكنه ليس سوى سنارة صيد فما أن يراه البعض حتى يتزاحمون على أبواب باصات السماسرة طمعا في الخروج من حالة البؤس التي تسببت بها الحرب وانقطاع الرواتب وتوقف عملية التنمية والحصار الذي يخنق المدنيين في تعز منذ أربع سنوات مشاهدين الكرام أحمد سعيد ومالك المرزوح يحكي قصة ضياع بعض أقاربهما في محارق الحدود السعودية نتابع ومن ثم نعود قصة أسرتي أنه ما كان في أحد من هذه القرية ككل يخرج الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية كان أكثر الشباب غافلين في قرى من صبير كثير يخرجوا وأصحابنا محد يخرج أول دفعة خارجة على أنهم منشآت يشتغلوا منشآت داخل المملكة العربية السعودية وانطلق مجموعة من الشباب ووصلوا للوديعة وعطوهم في الوديعة من 1500 عادوا وصلوا للوديعة مما زادهم فرح من 1500 سعودي فقالوا هذا يعني بن بن مستقبلنا خلال سنة أو سنة بن نتزواق بنعمر بيوت بنشتري لنا باصات يعني بدوا يطمعوهم من أول من أصحابنا اللي رقعوا رقعوا أخذوا بعدهم مجموعة وقالوا أن البص بيقيا لنا هنا للرزدة وأنهم بيغدون بالطريق ويوصلون والذي أكبرهم عن الخروج هو الحالة الصعبة الذي نمر بيه وخاصة هنا نحن هنا في تعيز يعني حالة مزرية الناس يعيشوا في حالة مزرية يرثالها كان يشقي هنا كان يشقي لا كانش فيه عمل يا أخي الناس يخرجوا الناس دواء ما هوش الناس نخرج احنا يخرجوا الناس يخرجوا يخرجوا منا وهم يشتغلوا يخرجوا من ضباح لضباح والسعودي دعسنا دعاس فبعض المفوجين بعض السماسرة يتواصلوا مع الشباب تعالوا اتصلوا الوديعة بنا أجيب لكم معاش أول ما تصلوا الوديعة بنا أجيب لكم معاش يحكي لي بعض الذين راحوا هنا قال أول ما نصلى الوديعة كإن إحنا سلا يتم بيع شراء يقولوا المفويين حق الألوية كامل بل وديعة يعني على البعض كي تحس بنفسك أنك سلعمان بني آدم واحد يقول لك تعالى أنت معي بل وانا بدي لك رتبة عقيد واحد يقول لك بقيب لك رتبة عميد يعني يطمعوا الشباب عددنا هذا القرية المرزوح أكثر من خمسة ألف أسرة نسمة داخله تقريباً كم من قدروا البوق لا تقريباً أكثر من مية ومية 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 فرد مصيرهم منهم قدر الله قتلوا منهم قدر الله أسراء منهم قدر الله قتلوا من عندنا أكثر من خمسة وعشرين قتيل بالبوق بالمرزوح من القرية هذه خليك بقية المحافظات على صاحب الحافلة معهم مبلغ يعني على كل واحد على كل رأسي وصلوا ودعاء يأخذ بطاقته هنا ووصلوا للوديعة يأخذ مبلغ معين على هذا الفرد أول ما تصل للوديعة يقبلك يزيد هناك المفوج الكبير اللي في الوديعة من دوب الألوية يقبلك خمسة عشر ألف يعني يدخلك فندق يريحك يوم يومين وبعد ترجع فين ترجع تدخل المؤخرة حق اللواء تعمل خمسة أيام وبعدها يأخذ موك للمعسكر التدريبي داخل السعودية يدربك ثلاثة أربع أيام طوال يأجوب اللي يأخذ مكتقومة طلع نوك القبها لا تعرف في أي مكان أنت بيع ألف ريال ألف ريال يقتل بوغد هذه قيمته هذه كألفين اللي حصله فهي تعتبر قيمة ولمهم جالسين يلعبوا كيرام القيشحقوا يلعب كيرام يلعب ماوش هاي لعبوا بنا لعبه يعني في السنين اللي مضعت قتلوا من أهلنا هما قتلوا من أصحابنا فالذي حدث في لواء فتح أنا أعتبره هو بيع وخيانة من ردد الهاشمي ومن المملكة السعودية لأنه الخيانة تم لأنه القنود السعوديين اللي كانوا في وادي القبارة يعني خرقوا قبل الهجوم بساعات قبل الحصار بساعات خرقوا بالمدرعات حصلوا لبني ولغيري منهم أكثر من أربع من ثارة الآن من يسمع بهمش ولا هنا دارين إنهم ولا يكتبوا ولا يتصلوا ولا حاجة ممكن من ظن الذي قتلونا أقولك أكثرهم يقتلوا وفي شباب يقتلوا وفي شباب يؤسروا وفي شباب الآن معنا من هذه القريبة الحصارة الذي حدث في لواء ففتح 13 فرد من أسرتي ثمانية لا نعرف مصيرهم مصيرهم مجهول يعني لا نعرف أنهم أسراء أنهم قتلاء أنهم قرحاء أنهم مازالوا محاصرين بالقبال فالأصل إن الحوثيين إذا هم يقولوا أنهم مسيرة قرؤانية إنهم ينزلوا آسام بالأسراء الذي عندهم هذه تعتبر أخلاق حلب الحرب لي أخلاق نزل لي يا أخي آسام هذا الأسراء الذي عندي هذا المفقودين هذا الذي وقدنا قسطهم في المناطق التي سيطرنا عليها لأن الحوثي سيطر بليلة وضحاها على مسافة 30 كيلو يعني حتى الآن ما تقدر الشرعية ولا التحالف أنه يصل للمنطقة التي تحاصروا به إخواننا همار فنحن نناشد الحوثيين إذا في عندهم يعني نوع من الإنسانية إنهم ينزلوا آسام الأسراء الذي يقولون أنهم ألف وثمانمائة أسر عندهم وأكثرهم أسراء أنا وأعتقد أنه أكثرهم أسراء مو تجيب له تجيب له تجيب له حق الدافل لا واحد معروف معهم يعمل كله وكالة يدوا لك قليل خمسمائة ثلاثة ألف سعودي خمسة ألف سعودي مو يدي لك دائما في كل سابت يطلع الباص تبع المفوجين لهذا اللواء خاصة للوافك يطلع للمنطقة يأخذ حافلة حافلتين من أبناء صبير ويذهب بهم إلى الحد القنوبي يقاتلوا يدافعون السعودية تمتلك الطائرات تمتلك القوات تمتلك لو كانوا مهلا من جول التحالف إن الفتخة نجزنا بنتنا بين اليمنين يعني اللي قدر أقول لك إن الشباب اليمني يعتبره الخط الأول القيش السوداني الخط الثاني القيش السعودي الخط الثالث هكذا مقسمين بالسعودية كلما تقدم قدم اليمنين كلما تقدم قدمك اليمنين الهدف من الحرب كله عنصر البشري الفرد البشري اليمنين إنه يعني التحالف يشتير يقول لك نحن نشتير نهي الشقاعة باليمن لأنهم عام أجنداء داخل اليمن يشتير خاصة أبناء تعز أبناء تعز هم المستهدفين خاصة يعتبر هذا الوافات كان فيه 90% من أبناء تعز أصبحنا أصبحنا ولا من دي ولا التحالف من دولنا أي حاجة مو هولي عملوا لنا خلي مو هولي عملوا مو هولي عملوا الآن لنا خمس سنوات نحن قاوعين لنا ناس جواع خمس سنوات شرعية شرعية تمكنونا وين الشرعية إذا قتل الشاب اليمني يتم دفنه هناك لا نشوف قثته لا نشوف مستحقاته أكثر الشباب يعني يقتلوا هناك لا تعرف على أي شي يعني حتى لو أنت بتخرج أصحاباني يقولوا حتى لو أنت بتخرج قثة تقبيرية بظهران القنوب يعني عاد لك تشتي تصريح قد القثة معك تشتي تخرج فين أخوك أو بن عمك أو كذا يشتي تصريح تصريح يدفنك هناك لا يشوفوا الأهالي أهالي هنا لا يعرفون أنك قتلك أنك ما زلك مأسور أنك كذا يعني يبيعوا شرع يعتبر إحنا رخيصين إحنا رخيصين جدا تعملك أما بالنسبة للرتب الذي تصرف للأفراد إذا أنت في قلب الهجوم يعطيك رتبة رائد يعطيك رتبة عقيد يعطيك حتى رتبة لواء لأنك في المقدمة أما الذين هم في المطابق في التسليح في البشرية هذا رتبهم يقول لك أنت ما أنت في المقدمة عند رتبتك رتبة يعني مساعد مساعد رتبة رقيب عريف لأنك في المؤخرة فيخلي يطمعوا الشباب أنهم ينطلقوا إلى الصفة الأول ليش من أقل الرتب كلما أعطيك رتبة عقيد كان رتبك يعني أربعة ألف سعودي تقول لنا قد يبلغ ربا بطلع رتبة عقيد بس الرتبة هذه ما تأخذي الله فين في القابر تصال البال المقدمة ويتم قتلك ويقبرونك في ظهران القنوب هي تعتبر الشباب اللي يعودوا هناك يقولوا هذه الرتب تعتبر رتبا سلمانية يعني رتب من حق سلمان من أقل الراتب وليشت يعني رتبا نفس الرتبة اليمنية تصل لرتبة مساعد بعد خمسة عشر سبعة عشر سنة هناك يعني لك ثلاثة أربعة شهور وأنت بالمقدمة يعني واشتهارك أنت يقدم وأنك كذا يعطيك رتبة عقيد يعني يقوم لك هناك بطاقة تعريفية إن العقيد فلن بن فلان ويعطيك ويزيدوا طمعهم يودوهم يعني بعدين ينقلوهم لا يقيبوا عمرها ذا لهم في المقدمة ويقولوا لهم بنخليكم تحقوا شهر شهرين سمعنا الذي بالمقدمة فلن بن فلان قتل فلن بن فلان أسير فلن بن فلان لا نعرف قثته لا نستطيع نقيب قثته خلاص سجلناك مقول قثة تنتهي بالقبال لا تستطيع تقيب قثته يعني ما فيش حتى معانا دولة تعتبر مأسور وتعتبر طالب الله من جهز القنود اللي يروحوهماك والله كل التحالف يتقوا الله يراقبوا الله ويعملوا بضبير يعملوا بضبير مش من شهر مصالح أنا من أسرتي الثمانية الآن مفقودين لا أعرف ما هو مصيرهم أنهم أسراء أنهم قتلى أنهم ما زالوا محاصرين في القبال أنهم يعني أكلهم الكلاب قثثهم لا نعرف ما هو مصيرهم الآن تشوف الحزن مخيم في كوكل قرية في محافظة تعز بسبب الكارثة الذي حدثت في لواء فتح يعني خمسة ألف قندي تبخروا لا نعرف أين مصيرهم في يوم وليلة هذا يعني الطيران حتى الطيران لم يتم لم يأتي يقصف في الثلاثة الأيام ولا يتم إنزل لهم غذاء ولا يتم كذا فنحن يعني نطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية إنهم يعني يدافعوا على حدودهم فالشباب اليمين إلى هنا يكفي وفي كثير من الشبابنا على ما أشوف إنهم اقتنعوا بعدم العودة إلى الحدود السعودية والله نقول مو وديه لهم الرسالة ما فيش أمن إننا وديه للشرعية الرسالة وإنهم لأنه الكلام ما لنش تكلم شو الكلامي حين ناسا منش شو الكلامي بعيد كل البعد محترفون في تجارة البشر كونوا عصبات تبدأ من سماسرة صغار في القرى والأحياء السكنية وتصل إلى ضباط كبار ودبلوماسيين جمعتهم الأموال التي تقدمها السعودية لشراء مقاتلين بتكاليفة زهيدة وبدون تبعات ما التوصيف القانون لهذه العملية وكيف ينظر القانون لعملية الاتجار بالبشر ومن المسؤول عن استمرار تدفق هذا السيل من الرجال الذين يذهبون ولا يعودون أسئلة نطرحها على ضيفنا المحامي والناشط الحقوق ياسر المليك ينظم إلينا من مدينة تعز مرحبا بك معنا سيد ياسر أهلا بك بالسعادة المشاهدي قناة بالقيس الكرام نعم قضيتنا لهذا اليوم هي تجنيد المدنيين اليمنيين للقتال في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية كيف يمكن توصيف هذا الإجراء وهذه العملية ضمن القانون وهل تعتبر اتجار بالبشر أم تجنيد مرتزقة أم ماذا بالضبط بداية دعيني يقول أنه منذ أربع سنوات من هذا الصراع المسلح في اليمن نشأت هناك عدد من الكيانات والميليشيات وحتى القوات العسكرية أو ما تسمى بالقيوش هناك عدد من القيوش داخل الدولة اليمنية منها ما يتبع الحكومة اليمنية ومنها ما يتبع جماعة العوثي ومنها ما يتبع قوات التحالف العربي ومنها ما تعمل بالوكالة عن دول في التحالف العربي هذه القيوش كان يمكن دمجها والاستفادة منها في بناء الدولة اليمنية أو عادة كيان هذه الدولة اليمنية المبعثرة والمشتتة هنا وهناك لكن للأسف الشديد لم يحصل كل هذا طوال هذه الفترة رأينا عدد من القيوش تتقاتل فيما بينها فيما يتعلق بهذا التجنيد أو هذا التحشيد إلى الحدود القنوبية للمملكة العربية السعودية هناك ما يمكن وصفه بالعائدات المالية التي تعود لكثير من أرباب هذه المهمة أو الوسطى أو ما يطلق عليهم بالدلالين هنا في الداخل اليمني هناك قلب لهؤلاء المقاتلين الشباب من عدد من المحافظات اليمنية بالتأكيد في محافظة تعز كان لها النصيب الأكبر من تحشيد هؤلاء المقاتلين هؤلاء بموجب القانون الدولي الإنساني يمكن أن يطلق عليهم بالمرتزقة لكن بما أن السعودية طرف في هذا الصراع الحاصل في اليمن والدولة اليمنية طرف في هذا الصراع ويمر عبرها هؤلاء المقاتلين ويحصلون على ترخيص من الحكومة اليمنية للدخول إلى الداخل السعودي بالتالي فإن وصف المرتزقة يصبح غير دقيق على هؤلاء الشباب المقندين الذين يقاتلون في الحدود القنوبية للمملكة العربية السعودية دفاعا عنها وعن حدودها وبالتالي فإن التوصيف الدقيق لهؤلاء أن هؤلاء قوات تعمل بالوكالة مثل القوات التي تعمل بالوكالة عن دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات القنوبية والساحل الغربي هذه القوات التي يتم تحشيدها أو هؤلاء الشباب الذين يتم تحشيدهم إلى الداخل السعودي يمكن أن يطلق عليهم قوات تعمل بالوكالة للمملكة العربية السعودية في جانب آخر يمكن أن يكون هذا العمل هو إدجار بالبشر فعلا سيما وأن هؤلاء المجندين لا يحصلون على قليل من حقوقهم أو مستحقاتهم لأن المرتزق هو غالبا المصرحة التي يبتغيها أو يغييها هو المنفع الشخصية أو العائد المادي أنه يمكن إذا سمحت لي أن أقاطعك في هذه النقطة سيد ياسر أنت ساويت ما بين هؤلاء الشباب الذين يتم التقرير بهم مع الميليشيات المدعومة في عدن والتي انقلبت على الحكومة الشرعية كيف يمكن فهم هذا التصنيف كما ذكرت أنت؟ نعم لما فهمت سواء نعم أنت في مجمل حديثك في سياق حديثك ساويت ما بين الميليشيا التي مدعومة من الإمارات وانقلبت على الشرعية وقامت بتدمير مؤسسات الدولة داخل عدن وما بين مجموعة شباب يتم التغرير بهم وسحبهم إلى الحدود السعودية لقتال اليمنيين في صفوف الشرعية كيف يمكن فهم ذلك؟ بالتأكيد كل هؤلاء الشباب هم ضحايا سواء القوات التي تعمل بالوكالة عن الإمارات العربية المتحدة هؤلاء بالأخير هم ضحايا شباب كان باستطاعة الحكومة اليمنية أن تكسبهم إلى صفها وباستطاعتها الآن أن تدمج هذه القوات إلى صفوفها إضافة إلى أن الشباب الذين يتم تقنيدهم إلى الحدود السعودية هم بالأخير ضحايا وهدفهم الأول كيف يمكن القول عن قوات المجلس الانتقالي بأنهم ضحايا وهم من يمتلكون السلاح لقتل وقصف المدنيين والمعارضين لهم داخل مدينة عدن أنا أتكلم عن أفراد تم تجميعهم بالأخير هؤلاء الأفراد باستطاعة الحكومة اليمنية أن تستميلهم وبالتالي هم لا يقاتلون عن عقيدة في الدفاع عن دولة الإمارات أو باستعادة ما يسمى بالدولة القنوبية هؤلاء الشباب هم بالأخير مغرر بهم من قيادات جمعة المال ولديها من العوائد المادية والمنفعة والمصالح الشخصية ما يمكن أن تغري هؤلاء الشباب في الالتحاق بها هؤلاء الشباب بالأخير سواء الذين يقاتلون مع الأحزمة الأمنية أو الذين يذهبون إلى الحد القنوبي هم شباب تجمعهم المصلحة وليس لهم من منفعة غير هذه المصلحة المادية ليس لديهم عقيدة قد تالية يمكن أن يستمرون بها حتى النهاية رأينا في عدن مثلا كيف أن هؤلاء الأفراد الذين يكونون الأحزمة الأمنية وغيرها تركوا عدن في ظرف نصف يوم حينما انتفض شباب عدن وأهالي عدن ضدهم بالتالي فإن هؤلاء ليس لديهم من العقيدة القتالية ما يمكن أن يتورطوا حتى النهاية في الدفاع عن مصالح الإمارات بالتالي فإن الشباب الذين استقطبتهم الحكومة السعودية هم صحيح مروا عبر تصاريح رسمية حكومية لكن هؤلاء الشباب هم ضحايا وهدفهم الأول هو المنفع المادية أو المصلحة الشخصية من يتحمل مسؤولية تجنيدهم وما ينتج عن هذا التجنيد من أثار بالتأكيد أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الأولى على تجنيد هؤلاء الشباب وخصوصا في الحد القنوبي هي المملكة العربية السعودية هذه الدولة عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية في أن توفر لهؤلاء الشباب أبسط مستحقاتهم القانونية والمالية وحقوقهم بعد إصاباتهم أو وقوعهم في الآسر لكن رأينا أن كثير من هؤلاء الشباب يتم أسرهم من قبل جماعة الحوثي وبالتالي لا نقد من يمكن أن يطالب بهم لا نقد من يمكن أن يدافع عنهم إضافة إلى أنه كثير من هؤلاء الشباب تعرضوا للإصابات وخصوصا منها الإعاقات الدائمة في بتر الأطراف هؤلاء الشباب مرمي بهم في مستشفيات داخل الحد القنوبي للمملكة العربية السعودية وبعضهم تم ترحيلهم إلى اليمن دون أدنى مستحقات يمكن أن يعطوها لهؤلاء الشباب إضافة إلى أن الحكومة اليمنية مسؤوليتها أخلاقية وقانونية في السماح لهؤلاء الشباب وأزق بهم في محارق ليست معاركهم وصراع ليست صراعهم أولئي الشباب هم بالأخير ضحايا ومغرر بهم وليس لهم من أهداف أو مطامع أو مصالح غير هذا الراتب الشخصي الذي يتقاضون وبالتالي فإن مسألة ضمهم إلى القوات الحكومية هنا واقب أخلاقي وقانوني على الحكومة اليمنية باعتبارها هي من أوفدت هؤلاء الشباب وهي من منحتهم تصاريح الدخول إلى العمق السعودي إضافة إلى أن هناك مسؤولية قانونية على المملكة العربية السعودية على كل من لقوا حدفهم دراء هذا الصراع أعين أن كثير من هؤلاء الشباب يتم دفنهم داخل المملكة العربية السعودية لا يسمح لأهاليهم بزيارتهم لا يستطيع أهاليهم الوصول إليهم داخل العمق السعودي هؤلاء الشباب يجب على المملكة العربية السعودية من حقهم أو من حق ذويهم أن يحصلوا على قثامينهم من حق أهاليهم أن ينظروا إليهم بعد وفاتهم من حقهم أن يدفنوا هنا بين أهاليهم هذه أبسط الحقوق التي يمكن أن تمنح لهؤلاء الشباب أو ذويهم بعد القتل صحيح أن هؤلاء الشباب ذهبوا باختيارهم وهنا مسؤولية الأسر والآباء والعوائل اليمنية هنا في الداخل اليمني أن تمنع أبنائها أن تمنع هؤلاء الشباب من الذهاب إلى هذه المحارق التي لا يمكن أن تكون هذه المعارك معارك هؤلاء الشباب ولا يمكن أن يستمع هذا التطفق إلى الداخل السعودي دون أن يكون لهؤلاء أي حقوق سيد ياسر هناك مجموعة من الظروف التي تكالفت على هؤلاء الشباب داخل مدينة تعز وغيرها من المدن الذين يتم التغرير بهم إذا ما سألتك عن شبكات السباسرة هؤلاء الأشخاص ما هو التوصيف القانوني لهم وكيف يمكن بالتالي محاسبتهم ومعاقبتهم بالتأكيد نحن أمام سلسلة متوالية من هذه الدوائر والحلقات التي يمكن أن نطلق عليها بالسماسرة هؤلاء الذين يمكن أن يطلق على هذه الجريمة بأنهم يقومون بجريمة الإسجار بالبشر ضمن القانون يعرفون أن هؤلاء الشباب يتم الزقبهم في معارك تودي بحياتهم لكن هؤلاء السماسرة يعملون على تغرير هؤلاء الشباب بأن دورهم سيكون في حماية الطرقات العامة في القلوس في نقاط التفتيش بالتالي فإن هؤلاء السماسرة أو هؤلاء الذين هذه الشبكات التي من خلالها يتم استقطاب الشباب هؤلاء يرتكبون قريمة بحق هؤلاء الشباب هذه القريمة تصل حد التمالو في قريمة القتل هؤلاء الشباب بالتالي فإن هؤلاء الشباب وذويهم يستطيعون الشكاء بهؤلاء السماسرة يستطيعون مقاضاتهم هنا أمام المحاكمة اليمنية باعتبار هؤلاء غرروا بهؤلاء الشباب بأن دورهم لا يتقاوز حدود حماية الطرقات ونقاط التفتيش لكن اتضح أن هؤلاء الشباب يتم الزبهم في معارك ومحارق يتم إهلاكهم في هذه المعارك العبثية التي لا قدوى ولا طائلة من ورائها المحامي والناشط الحقوق ياسر المليكي كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أحمد سعيد ومالك المرزوح تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة